تحدي للعلن من خلف ضد الهوموفوبيا وهو إذ يجاهر بخياره الجنسي رغم إدراكه للمصاعب والتحديات الماثلة في مجتمعات تجرم المثلية الفرق بينه بين غيري أنه أنا أعلنت وحكيت أنه أنا مثل الجنس في غيري بخاف يحكي فانسطوا للحواليكم فما بتعرفون تكون أقرب الناس لكم يكون مثل الجنس أنتم ما بتعرفوا إلى أحد فنادق بيروت يحضر خلف للمشاركة في نشاط منوع تنظمه جمعية براود ليبانون في اليوم العالمي لرهاب المثلية الجنسية مشاركون كثر من جنسيات عربية لجأوا إلى لبنان بحثا عن حماية أكبر بتمنى أنه بس يتضوى على جانب من حياة المثليين مش الحياة السيئة يعني أنا تعرض للضرب وتكسر أنفي بلبنان طبعا أكيد لبنان مش لأنه لبنان يعني هي ولكن لبنان هي نموذج عن المجتمع الشرقي يعني جمعيات مدنية تبذل جهودا لحماية هؤلاء وجمعية براود ليبانون تقدم لهم الحماية والدعم النفسي الجمعية واحدة ما فيها تحمل المسؤولية لازم أنظمة دول هي اللي تأمن الحماية لكل أعضاء المجتمع بيناتهم للمثليين في دراسات بتبين عملتها لأمم المتحدة أنه فيه تقريبا 10% من سكان الأرض هن المثليين مدهامة حمام الآغة في بيروت الذي يتردد إليه مثليون باتت حدثا مشهورا استندت عليه جمعية حلم لإطلاق تقرير تعدد فيه ما تسميه تجاوزات قانونية وأمنية حصلت قبل عام بتمنى أنه التقرير للعمل اليوم يتأخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المفروض تأخذ بعين الاعتبار من الجهات المسؤولة يعني بلبنان أو حتى من قبل المجتمع الدولي عام 1990 ألغي تصنيف المثلية الجنسية من بين الأمراض النفسية لكن طريقا طويلة ما زال أمام المثليين لتحقيق ما يريدونه في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية تتحد هذه الفئات حول العالم للمطالبة باحترام خياراتهم الجنسية لكن في دول الشرق الأوسط واقع التمييز والترهيب ضد هذه الفئات أصعب من باقي مناطق العالم وفي لبنان السلطات الأمنية تلاحقهم والأجهزة القضائية تجرمهم ورغم ذلك يصرون على التحرك ورفع شعرات عدام منها ليس من الضروري أن تكون مثليا كي تدافع عن المثليين لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي بيرون